السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو سوف نشرح كيف نزيل البوتكامب الخاص بالوندوز إذا كنا منصبي على نظام الماك إذن حتى نزيله فقط في الماك نبحث على Disk Utility ونفتحه ترى أنت هنا موجود بوتكامب البوتكامب اللي وجدت هنا على الإيرايس ترى أنه نوع النظام ويندوز منصب عليه فبالبداية تأكد أنه أحاول إلى Mac Journals وأعمل إيرايس ياس إيرايس سوف يقوم بمسح البوتكامب كاملا من كمبيوتري وحول لي إلى أنظرة فيروس بيس كاملا صبعات خمسة و سبعة و خمسين فارقة كلها الآن أريد أن أزيله أنا الأمر سهل كل الذي أفعله أذهب إلى الماك الأساسي هذا معي ماك والبرتشين الأساسي أظهر هنا أرى أنه هذا المكان يشغله هو الماك وهذا المكان يشتغله البوتكامب الخاص بالوندوز أضغط عليه وأختاره وأضغط مينص وأقول ريموف الآن أوكي سوف يقوم بإزالة البوتكامب الخاص بالوندوز من كمبيوتري وتبقى بعض المساحة الفارغة خلاص الآن قام بمسحة مساحة البوتكامب تلقائيا وأرى أنه هذا ينظر الماك أصبح كاملا كشئ تمام ولجد الآن لديه في كمبيوتري أي شيء خاص بالوندوز الأمر سهل جدا بالماك وخلاص انتهينا شكرا لحسن المتابعة وتنسى أن تعمل لايك وسبسكرايب شكرا لكم شكرا لكم